ما زالت ضجة زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب مستمرة ولم تنتهي بعد فبعض النواب تحدثوا عن عدم استلام تفاصيل كاملة عن القائمة أما آخرون فقد أبدوا موقفا مما حصل البرلمان يواجه غضبا شعبيا عارما بسبب اتخاذه هذه الخطوة لكن نوابا أكدوا أن كل الشائعات التي تتحدث عن وجود تقاعد للنواب كاذبة حيث تم إلغاء تقاعد النواب فالنائب الموظف يعود لوظفته السابقة أما غير الموظف فلن يستحق التقاعد كما تم إلغاء مبلغ تحسين المعيشة وإلغاء تخصيص العجلات المخصصات المالية التي تمت إضافتها خلال إحدى الجلسات فهناك جدول ملحق لم يعلن عنه ولم يقرأ أمام النواب ولم تسلم نسخ من تلك التعليمات إلى أعضاء المجلس لتتم قراءتها مرة واحدة فقط دون مناقشة نواب مستقلون اعترضوا على الجلسة والتعديل إضافة إلى نواب كتلة إشراقة كانون ولغاية الآن لا تعرف تفاصيل الجداول المعلنية عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجلسة لم يتم التصويت من جميع الأعضاء وهناك اعتراض منهم على التصويت بجلسة واحدة من دون قراءة أولى أو ثانية ودون استلام نسخة لمعرفة التفاصيل رئاسة البرلمان امتنعت عن تزويد أي نائب بتفاصيل فقرات زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب وتم تسرب وثيقة تتضمن بعض ما جاء في محضر قرار زيادة مخصصات البرلمان اشتركوا في القناة